اهلا بكم مشاهدين الكرام حياكم الله هنا ما كنتم بدأت أزمة توفر مادة البنزين تعصف بمناطق سطرة نظام الأسد شهدتها العاصمة دمشق أولا ثم امتدت لمحافظات أخرى وسط شائعات عن نية نظام الأسد رفع الدعم الحكومي عنها نتابع التقرير التالي ونعود لنبدأ المقاش ما يلبث النظام أن يخرج من أزمة تعصف بمناطق سيطرته حتى تشتعل أخرى أشد فتكا فالخارجون في الأمس القريب من بين طوابير الغاز يجدون أنفسهم عالقين في ازدحام الراغبين بالحصول على بضعة لترات من المازوت للتدفئة ودون أن تفصلهم سوى بضعة أيام ليتفاجأوا بأنفسهم في أرتال الواقفين بانتظار البنزين محطات الوقود في العاصمة دمشق ولاسيما المتواجد منها في مركز المدينة تكتظ بالآليات المنتظرة ساعات طويلة للحصول على مادة البنزين وسط شائعات عن نية وزارة النفط في حكومة النظام رفع الدعم الحكومي عن المادة فيما تحدث نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن دور لمقربين من النظام في الأزمة وبيعهم للمادة في السوق السوداء بأسعار مرتفعة مع تمدد الأزمة نحو محافظات أخرى منها حلب واللاذقية تبرير النظام للأزمة جاء على لسان المدير العام للشركة السورية للمحروقات مصطفى حصوية وحديثه عن وقف التوريدات النفطية البحرية منذ ستة أشهر وربط ذلك بالعقوبات الأمريكية على النظام حلول النظام لفك الأزمة والازدحام كانت بتقليص الكمية اليومية المسموح بتعبيئتها للسيارات الخاصة من 40 لتر إلى النصف في المقابل أطلق شبان دمشقيون حملة خليكو الناطرين على دور البنزين دعوا فيها لركوب الأحصنة والذهاب بها إلى أشغالهم وأعمالهم معنا طبعا هنا في استوديو أستاذ درويش خليفة الكاتبة الصحفي مرحبا بك أستاذ درويش مرة أخرى يعني الأبعاد السياسية لأزمة البنزين وتواصلها في مناطق سترة النظام أولا ما لفت نظري في التقرير عند أحدى يعني كوات البنزين مكتوب كلنا بشار وعلى أزمة وأفين كلكم بشار أنا ماذا؟ يعني بشار هو من أوصل البلد إلى هذه الأزمة بشار هو من أوصل البلد هو من قام بحربها على الشعب السوري عندما طالب السوريون بحريتهم وكرامتهم هل هذه الوقفة وفي طوابير تعتبر جزء من حرية وكرامة الشعب السوري في مناطق سيطرة النظام؟ إنجازات بشار يعني كلنا بشار فإذا أرادنا العودة إلى سؤالك وأبعاد السياسية أعتقد الروس والإيرانيون ينتظرون من سيقوم بتقديم هذا الدعم لميليشيا الأسد والنظام المسيطر على حكم في سوريا لا الإيرانيون سيقدمون الدعم ولا الروس سيقدمون الدعم الطرفين المحتلين للبلد لماذا لا يستطيعون تقديم الدعم؟ يستطيعون ولكن ليفرضوا على النظام ما يريدون عندما النظام يعود إلى سيطرته وينتشي كما يدعي بنصره العسكري بين قوسين على الشعب السوري فهنا النظام سيتمرد على حلفائه أيضا هذه نقطة ولكن ليست هناك نقطة أهمة أيضا هي تأثير العقوبات على الإيرانيين لأن الريال الإيراني في الأراضي كما يقال بالعمية وأيضا العقوبات المفروضة بعد تفعيل قانون السيزر الأمريكي نعم العقوبات أثرت على النظام وعلى المواطنين القانطين في مناطق النظام ولكن ليس من واجب المحتلين الذين يستفيدون من عقود الفوسفات ويستفيدون من عقود ميناء طرطوس واللازقية خط الأيتماني تقصد نعم أو أن يقدموا الدعم لهؤلاء المواطنون الصابرون المحتسبون منذ سماني سنوات مع الأسف يعني النظام يرى في هذه الأزمات استمرار لوجوده على عكس الدول المتقدمة والدول الديمقراطية الدول الديمقراطية عندما تحصل أي أزمة فنظام الحكم يعمل إلى الاستقالة أو ينهار أو يخرج الناس إلى الشوارع لماذا؟ لأنه لم يقدم خدمات تماما ويطالبونه بتخديم الخدمات نعم لننظر معا أنا وأنت والأخوة المشاهدين إلى هذه الصورة بعد قليل مشاهدنا الكرام يعني مواقع موالية وصفحات موالية للنظام بثت صورا وفيديوهات لانتظار المواطنين على محطات البنزين هذا مثال ربما في مدينة اللادقية نتابع معكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شاهدنا معا أستاذ درويش يعني يسير بسيارة مسرعة كما شاهدنا بالكليب وربما دقيقة تقريبا ولم تنتهي طابور لم ينتهي طابور السيارات التعبير بالعامية هكذا كيف تعلق على هذا المنظر هذا المشاهد؟ يعني علما هذا الفيديو من الساحل يعني خط الساحل أو دمشق كان الأكثر برودة خلال حرب النظام على الشعب السوري الساحل لم يتأثر بالحرب ولكن وحتى يعني النظام يعتبر يعني معقل النظام في الساحل السوري ومناطق تواجد يعني حواملهم المجتمعية البارجات الميناء يعني والروس الإيرانيون إذا كان أهالي الأذقية يعانون هذه الأزمة فما بالك في حلاب وفي باقي المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام وعادت لإحتلاله فما بالك يعني ماذا سيصيب الناس؟ يعني على الناس في سوريا على من يقبع فيه داخل سيطرة النظام أن يعلم بأن هذا النظام إلى زوال وبأن هذا النظام غير قادر للعيش لأنه لا يمكن يعني أنت توجه رسالة للناس يعني أن تقوم بالضغط على النظام بالنزول للشوارع يفترض يعني اليوم المحرك الاقتصادي وهو من أكبر المحركات للشعوب للنزول والمطالبة بحقوقهم طيب الآن يعني ولكن هناك الشعب في سوريا ربما الآن ينقسم لقسمين القسم الأول وهو يعني أمراء الحرب وشبيحة النظام ويعني المتنفذون يعني من يحملون السلاح الدفاع عن النظام والمخابرات وكذا والقسم الآخر الشعب يعني الشرطي يتم ضربه في الشارع كيف لهم أن ينزلوا إلى الشارع ويطالبوا اليوم قلت لك يعني المحرك الاقتصادي يعني نحن بالنسبة كمن للبنية البشرية في سوريا هم مجتمعات محافظة الناس يتم اختطاب بناتهم ويتم اختصاب بناتهم إلى متى سيبقى سوريون صامتون لا يحركون ساكنا حيال ما يحصل في مناطقهم طيب إلى هناك من يقول أن النظام هو من يريد يعني لهذه أو يستفيد من هذا الوضع يستفيد اقتصاديا وغير ذلك يعني يريد للناس ولكنه يفقد حوامله المجتمعية يريد للناس أن تلتهي أيضا بالبنزين لكي لا تفكر ربما يخشى من تجدد المظاهرات ربما ولكن هذا الأمر إلى أي مدى يمكن له أن يشعل هذه المظاهرات ويفجر الوضع في الشارع السولي أي والله يعني هذا السؤال يجب أن يجيبه عليه سكان مناطق سيطرة النظام اليوم من الواضح يوجد عدة أزمات أزمات يعني متكررة أزمت أمن أزمت غزاء يعني أزمت تضخم تضخم لا يوجد يعني سيولة بين أيدي الناس اليوم نحن يعني على أبواب فصل الصيف انتهى فصل الشتاء الناس في حالة يعني فقر شديد إلى متى يعني هذا السؤال يجب أن يجيبوا عليههم ولكن يعني ما زلتوا يعني أعتقد بأن السوريون سيحاولون يعني استرداد شيء من كرامتهم في مناطق سيطرة النظام والنزول إلى الشارع والمطالبة بحقوقهم كاملة بتشكرك طبعا جزيلا شكرا سيد درويش خليفة الكاتب الصحفي شكرا جزيلا لحضورك معنا وأشكر أيضا ضيفي العقيد أحمد حمادي الخبير العسكري كان معنا من سطبول عبر خدمة سكايب شكرا الأكبر موصول لكم مشاهدين الكرام على أمل اللقاء بكم وجددا دمتم بخير إلى لك شكرا لكم شكرا